من موسكو يندم لنا الدكتور يونيد سوكيانين أستاذ العلاقات الدولية في المدرسة العليا الاقتصادي في موسكو دكتور يونيد تم الإعلان أخيرا عن تشكيل هذه اللجنة الدستورية في سوريا متى من المتوقع أن تباشر هذه اللجنة إذن عملها؟ طبعا لا شك أنه تشكيل اللجنة استغرق الفترة زمن طويلة جدا الأمر الذي كان يعود إلى المشاكل الجوارية والخلافات للمواقف للأطراف الممثلة في هذه اللجنة ولكن تبعا تشكيل اللجنة خطوة مهمة بداية نشطاتها خطوة كذلك المهمة جدا ولكن لا نتوقع تقدم سريع لنشطات هذه اللجنة مهمتها تبعا المناقشة المسودة أو المشروع الدستور الجديد لجمهورية سوريا العربية الأمر الذي يجب أن يعتمد على التوافق أو الجماعة بين كافة الأطراف المشاركة في هذه اللجنة الأمر تبعا سعب جدا ولكن ليس هناك أي بديل آخر لهذا الحوار وذلك تشكيل هذا اللجنة عنصر أهم العناصر للعملية السياسية في سوريا تحدثت حضرتك عن مهمة تشكيل الدستور هناك في سوريا ما بين المعارضة والحكومة من يريد العمل بدستور 2012 ويدخل فقط بعد التعديلات البسيطة عليه وهناك من يريد تغيير الدستور بشكل كامل هل يمكن ذلك الآن؟ هنحلت كل المشاكل بين الطرفين من أجل ربما الوقوف على وجهة نظر واحدة إما تغيير الدستور بالكامل أو إحداث تغييرات بسيطة على دستور 2012؟ طبعا لا شك أن التنسيق المواقف والاتفاق بين الأطراف حول هذه النقطة أمر صعب جدا ولكن ليس هناك أي بديل آخر إلا بداية الحوار وتبادل الأرى والبحث المشترك للمخرج المناسب لكافة الأطراف عن تريق التنازلات والبحث عن الحلول الوسط وطبعا قبل بداية النشاطات والأعمال لهذا اللجنة من صعب جدا أن نصبق نتائجها وكيف ستجري أعمالها وكيف سيتم تقارب المواقف للأطراف المختلفة حول هذه النقطة المهمة إدخال التعديلات البسيطة على دستور الحالي أو إعداد دستور الجديد هذا سيتواقف على الحوار بين الأعضاء لهذه اللجنة وطبعا بداية الحوار هذا شيء مهم جدا أما بالنسبة للمواقف المختلفة كل طرف يجب أن يكون مستعدا للتنازلات صحيح هل بالإعلان عن هذه اللجنة طوية كل المشاكل والخلافات بين الطرفين وبالتالي الخطوة المقبلة هي تنفيذ باقي بنود قانون 2254؟ لا شك أن كل أطراف تأكدت أنه ليس هناك أي بديل آخر إلا إجراء الحوار بين السوريين والمراهن على القوة القوة العسكرية من قبل النظام أو قبل المعارضة هذا طريق مسدود ولم تؤدي إلى نتيجة إيجابية بالنسبة لكرارات التي صدرت عن أم المتحدة مهمة جدا هي إيطار عام لهذا الحوار ولنشطات هذا اللجنة وهذا اللجنة ستنعكد تحت رعاية الأم المتحدة في جنيف هذا يؤكد أنه تبعا هذا اللجنة ستعمل تحت في طار وفي حدود القرارات التي صادرت عن الأم المتحدة ولكن هذا إيطار مبدئي شكلي أما بالنسبة للمحتوى لهذا الإيطار فتبعا سيتوقف على عملية الحوار بعد بداية النشطات لهذا اللجنة من موسكو الدكتور اليونيد سوكيانين أستاذ العلاقات الدولية في المدرسة العليا لإقتصاد في موسكو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك